اشتركوا في القناة في المملكة تقريبا ثلاثة او اربعة مكسو مع هراغل و ويس اس فداما ان الحامية الاساسية حاليا ستتكلم عن الحامية الاساسية في الكبكيات الجاية وهذا السبب اللي خليني افصل اليان بشكل كبير يتمتع هذا القائد بضرر مهارة عالية بضرار عالية المكافأة الاولى عندك المهارة الاولى توصل الي 2400 في حال الماكس وزائد انه يضرب ايريا افكت ضرر هجوم جماعي لثلاث اهداف توصل ثلاث اهداف طبعا الي 300 هي مهي عالية لكن بشكل عام هي عالية وعطاك مكافأة الهجوم للفرسان ال 15 بالمية وجدا تعتبر ممتازة في المهارة الثانية زائد عطاك ضرر مهارة لما يصير حامية وضرر مهارة عالي 10 بالمية بشكل يعني يعتبر جدا كبير زائد معضيك مكافأة الدفاع لما يكون في الحامية ال 15 بالمية سواء كان حامية او ما كان حامية فيعدك ياها ال 15 بالمية في الجمع وعندك المهارة السلبية او المهارة الممتازة هي مهارات سلبية تعتبر لكنه تعتبر جدا جدا ممتازة هنين تكلم عن ميزة يان اش معنى يان هو الممتاز ليش يان يا ابو عيسى اش معنى يان يان السبب الرئيسي في المهارة الثالثة المتلقة اللي تكلمنا عنها تولا يقلل من اضرار في الدموات العادية المتلقة 10 بالمية شلو الفايدة منها هذا الحاشد لما يحشد عليك ببسطها لك وبعطيك الخلاصة لما يحشد عليك التأثيرات العادية المكتسبة حق الحشد يعني هجمه هجوم دفاع صحة علاج الى اخر من هالكلام يلقيها بنسبة 10 بالمية وخابه ميزة يان اش معنى يان يا ابو عيسى هذا يان فعلا فاق التوقعات يان بشكل مو طبيعي هي صحة 20 بالمية ومكافأة الهجوم العادي توصل الى 20 بالمية لمدة ثلاثة ثواني طبعا ممكن اطلاق هذه لمدة ثمانية ثمان مرات ثمان مرات على التوالي مرة واحدة كالثمان ثماني القصد ليش يان اعطاك من ناحية الفرسان دفاع عالي اعطاك صحة عالية 15 دفاع 20 صحة هجوم 15 للوحدات يعني غطالك كل الجوانب زائد انه شال من عندك التأثيرات الجانبية اريا افكت بنسبة بسيطة نعم يتحمل الاسوار مشكل مو طبيعي فيعتبر يان من افضل القادع حاليا انا راح اتكلم عن الشجرات المنسبة ليان بشكل كبير وراح افصلها لك تفصيل زي راح افصلها لك تفصيل هذه الشجرة تعتبر جدا ممتازة ليان ما هو السبب يا بويس اذا قلنا راحنا حق الفوق يدرع مزين درع مزين عندها تغليل المهارة عليك بنسبة 12 بالمية تمام انزين ليش يا ابو عيسى انت رحت حق عمات الملك عارس الملك اللي تعطي ثلاثة بالمية دفاع وهجوم وصحة زائد اني انا ييت هني خزيت الخمستعش بالمية من قوة الهجوم لما يصير عامية خزيت خمستعش مية يعني زدت هجومك بشكل عالي لما يزيد هجومك بشكل عالي اعطي افضلية للقائد على الاساس يكون ممتاز في مرحلة الصمود العالي زائد يأثر على الحاشد هذه هي اللي انا استعملها في الكي بي كي بلا منازل هذه انت تبي حق ارك يختلف الموضوع عند الارك تبي عند الارك راح تختلف عندك الشجرة اذا تبيها حق الارك كيف تختلف الشجرة حق الارك انا اقول لك كيف تختلف حق الارك وراح اطيك ياها يعني انها تزيد سرعة المسير لان يفتغر يفتغر لسرعة المسير في التاب يادوية افضل لان عندها سرعة مسير يان ما عنده سرعة المسير طبعا ما نستعمل الشجرة هذه للارك نهائيا بالمرة نستعمل الشجرة هذه للارك على اساس ناخد سرعة المسير بنسبة 18% تقريبا اسرع من الشجرة اللي مساعة للكي بي كي يعني ليش اسرع ليش افضل اسرع لينها اوكي ليش اسرع ليش اسرع ليش افضل افضل لانه اسرع من ناحية 18% يعني بشكل كامل تعطيك الشجرة هذه لانه يفتغر في الارك يان الى سرعة المسير افضل كنبوات معيان هو طب 1 هرقل اساسي لا اسف هرقل طب 1 طب 2 مع وي اس اس طب 3 رح يكون مع نيفسكي اخر 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 طب معه اللي هو طب الرابع رح يكون يادوية مع الاسف نيفسكي افضل منها نعم نيفسكي افضل منها معيان افضل ضايد لانه نيفسكي عند الحرس الجمهوري فالمهارة تزود على الحاشب هذا يان باختصار شديد وعطيتك الخلاصة افضل معدات ليان في ناحية اذا كان وي اس اس او هرقل هي الهجينة ما هي الهجينة بعيسة هذه الهجينة تاخذ الثار اللي هو الكتاب وتاخذ الخاتم اللي هو خاتم الموت زائد مهست كامل تاخذ اربع قطع اربع قطع من الست اللي هو الجهنمية السبب اربع من الجهنمية تعطيك ضرر الهجوم المضادة فهذا يعتبر افضل شي لان مثل ما انت شايفت دامك هذه اللي تعطيه ليان جيسكا زائد لنزم يكون فيه كرستان مميز على اساس يحافظ على الهجوم والدفاع والصحة بيكون عندك ايان بشكل كبير ممتاز تم ممتاز تم ممتاز شوكم ان شاء الله فيديوهاتي ديدة لايك لو سمحت امان الله